اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجكم عجائب الله سبحانه وتعالى ومن العجائب التي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشأن الأخوة في الله سبحانه وتعالى والمتحبين في الله سبحانه وتعالى لم يرتبطوا بمال ولا منصب ولا جاه إنما ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا عدو إلا المتقين فالرابط الحقيقي بين المؤمنين وبين المسلمين هو رابطة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الروابط الدنيوية والبشرية وما شابها هي دنيوية لا ترقى أبدا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا ما نجده فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وفيه عجيبة من عجائب الله سبحانه وتعالى حتى من أحب شخصا في الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يخرق له الخوارق ويجرر له الكرمات والعجائب لأنه أحب في الله سبحانه وتعالى وأراد هذا الأمر لله سبحانه وتعالى لم يرده لدنيا زائلة ولا فانية إنما لله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى زار أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته على طريقه هيئ وبعث على طريقه ملكا من الملائكة فلما أتى عليه قال له ذلك الملك يسأل هذا الرجل أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية فقال له الملك سألني هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل أتيت وذهبت إليه وسلكت هذا الطريق من أجل نعمة مصلحة مال أمر من أمور؟ قال لا غير أني أحببته في الله سبحانه وتعالى عز وجل فقال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبته فيه الله أكبر بسبب حبه لذلك الرجل في الله سبحانه وتعالى أرسل الله سبحانه وتعالى من العجائب أرسل ملكا على طريقه وفي طريقه وتمثل له الملك ذلك الملك بسورة إنسان وسأله ما الهدف من هذه الزيارة؟ وما الحاجة من هذه الزيارة؟ هل تريد منها نعمة تربها؟ مصلح من مصلحة الدنيا فبين له بأنه زاره بسبب أنه يحبه في الله سبحانه وتعالى فقال له ذلك الملك هذه البشرى العظيمة وهذه الجائزة العظيمة وهذا الأمر الجليل فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه هذا الحدث وهذا الحديث وهذه القصة التي سقها للنبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عظيمة منها أولا فضل زيارة الصالحين والأصحاب في الله سبحانه وتعالى وأن الزيارة في الله سبحانه وتعالى سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى المتزاورين فيه ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل حقّت وحقّت محبتي المتحبين فيه وحقّت محبتي المتبادنين فيه والمتزاورين فيه والمتحابون في الله سبحانه وتعالى على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أيضا هذا الزيارة في الله سبحانه وتعالى واتفقد إخوانك في الله سبحانه وتعالى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وكان يوجه إليه قولا وعملا فعن أنس قال أبو بكر رضل عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها تأمل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيكي ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم ورقة بنت عبد الله بن حارثة كان يزورها كل جمعة صلى الله عليه وسلم ما يتعلق في هذا الحديث وهذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل الذي زار أخا له في الله لم يزوره من أجل نعمة يربها أو ما شبه ذلك أهمية زيارة الصالحين والأصدقاء والإخوان في الله سبحانه وتعالى في ذلك أجر عظيم ومن ذلك أنه سبب لدخول الجنان أيضا من العجائب وما حدث في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى أرصد ذلك الملك لهذا العبد الصالح الذي زار أخر له في الله لم يزوره لدنيا ولا لقرابة ولا ما شبه ذلك إنما أنه أحبه في الله سبحانه وتعالى وفي هذا يبين ويتبين ويجتدل على أن كلام الملك مع الآدمين من غير الأنبياء كرامة من الله سبحانه وتعالى وفيه إثبات للكرامات وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوة النبوة النبوة وكذلك في هذا الأمر الذي حدث لهذا العبد بشرى الملك له دليل على صراح هذا العبد أن هذا العبد صالح وإلا لما هيئ الله سبحانه وتعالى وأرصد الملك على طريقه ليخبره ويبشره بأن الله سبحانه وتعالى بقوله إني أتيته لأني أحبه في الله سبحانه وتعالى فأثر الإخلاص عظيم في حصول العبد على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وكذلك فيما قد يهيئه الله سبحانه وتعالى للمخلصين لرب العالمين من كراماتهم ومن خوارقة وما شابه ذلك كما حدث لهذا العبد الصالح ولذلك من أهمية الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيضا في هذا الحديث من العبادات الجليلة العظيمة التي أوجبت لهذا الإنسان هذه العجيبة والخارقة من الخوارق والكرم من الكرمات الحب في الله سبحانه وتعالى أنه سبب لحب الله سبحانه وتعالى للعب كما في الحديث القدسي حقة محبة المتحبين فيه وقال صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله سبحانه وتعالى وأيضا هذه الرابطة الحقيقية الباقية والتي ينضوي تحت لوائها كافة المؤمنين والمسلمين وشعارها قول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون أخوة وفيها أيضا يجد الإنسان حلاوة الإيمان ويجد لذة الإيمان ويستكمل الإيمان يكفي كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ومنها أن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله أن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله سبحانه وتعالى لم يحبه لدنيا ولا أمر من ذلك إنما يحبه لله سبحانه وتعالى أيضا هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى التي لم ترتبط بدنيا فانية وزائلة تجعل المتحبين في الله سبحانه وتعالى في مأمن يوم القيامة وفي ظله سبحانه وتعالى فمن السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحبى في الله رجلان تحبى في الله سبحانه وتعالى اجتمع على ذلك وافترق على ذلك لم اجتمع على الأمر من الأمور إنما على محبة الله سبحانه وتعالى وافترق على محبة الله سبحانه وتعالى فنال بذلك المنزلة العظيمة أن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظله له إلا ظله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبهذا القصة التي ذكرناها وجدنا الفوائد والعبر وجدنا العجيبة التي ساقها الله سبحانه وتعالى من عجائبه لذلك العبد الذي أحب شخصا في الله سبحانه وتعالى ونستدعكم على أمل اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة